أهلا بكم احتفلت رعيتان لاتين في محافظة الزرقاء والهاشم الشمالي للروم الكاثوليك بعمان بمنح أبنائهما سري المناولة والتثبيت وسط فرحة دويهم بنيلهم هذا السر المقدس تفاصيل أوفا في التقرير التالي أنت الروح الموحي أنت الرب الشافي سر المناولة والتثبيت هما من الأسرار المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية يتم بمجبهما منح الأطفال سر الإفخارستية ومسحة الميرون في سن محدد يتقدم خلالها الأطفال مرتدين اللباس باللون الأبيض في كنيسة الرسل للاتين في محافظة الزرقاء تقدم تسعون طفلا من أبناء الرعية لنيل هذين السرين المقدسين حيث ترأس المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداسة الاحتفالية بهذه المناسبة بمعاونة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد جيوفاني والأب عزام جاسر والأب بطر سحجزين والأب هاني جميل بحضور الراهبات وأهالي الأطفال وأشابينهم وجوقة وكشافة الكنيسة إن يسوح هذا قد أقامه الله ونحن بأجمعنا شهود على ذلك فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس المرعود به فأفاضه وهذا هو الذي ترون وتسمعون فإذا كنا نحيا حياة الروح فلنسر أيضاً سيرة الروح كلام الرب من أجل أبنائنا المتقدمين لتناول جسدك الأقدس أعطهم يا رب القوة حتى يحفظوك في قلوبهم فتسكن فيهم يسكنون فيك وتبقى أنت لهم مدى العمر ينبوع سلام وفرح وقداسة إلى الرب نطلب استشعب يا رب وقال المطران الشوملي في عظته سر المناولة هو أعظم الأسرار فهو يجعلنا نتحد بالمسيح نفسه فبالمناولة نثبت فيه ونصبح معه واحداً وقوة قيامة الرب تنتقل إلينا فسر الإفخارستي هو أكبر هبة تركها الرب لنا صلوا معاً في البيت كرسوا يومياً ولو دقائق معدودة للصلاة البيتية الجماعية العائلية البيت الذي يصلي هو مبني على الصخر ويفيض عليه من روح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح وكل أوان وإلى دهر وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في الهاشم الشمالي بعمان ترأس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أبراشية بيترا وفلادلفية وسائر الأردن القدسة الاحتفالية لمنح سر المناولة الأولى لعشرين طفلاً من أبناء الرعية بمعاونة الأب عماد بواب راع الكنيسة والإرشمندريت بسام شحاتيت والأب جهاد عماري والشماس بولجوري والشماس مالك فلاحات وجوختي وكشافة الكنيسة إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في أنفسكم وفي عذة المطران جبارة تحدث عن مفاعيل الأسرار المقدسة في حياة الإنسان المؤمن وكيف أنها تنمي ثمار الروح القدس فينا عن أهمية المشاركة بالقدس الإلهي ما بيسوى نحن نحرم أولادنا من الحياة أعطيناهم الحياة الطبيعية جبناهم على الدني عم نعطيهم أجمل علم عم نعطيهم أجمل وظيفة عم نعطيهم أجمل إمرأة أو أجمل شاب العالم أجمل بيت عم نحاول نعطيهم أجمل شي عنا فبقى ما بيسوى نحرمون من أجمل شيء اللي هو يسوع المسيح وفي الختام تقدم الأطفال لليل سر المناولة الأولى وتبادل الصور التذكارية مع سيادة المطران والآباء الكهنة ترجمة نانسي قنقر